السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الأربعاء السادس من شهر أبريل 2022 أهم أخبار ألمانيا جمعت لكم أصدقائي أخبارا متنوعة هناك قرارات تم إصدارها يوم أمس وتم هذا اليوم سحبها مجددا وهناك بعض الأخبار المتنوعة نبدأ بأول قرار يخص الحجر الصحي يوم أمس أصدقائي أعلن وزير الصحة السيد لوطباخ من حزب SPD بأنه قرر بأنه بداية من شهر 5 شهر ماي بأن الحجر الصحي في ألمانيا يصبح اختياريا إذا أصيب الشخص بكورونا يعني هو من يختار هل يذهب إلى الحجر الصحي أو لا يذهب إلى الحجر الصحي بعد ذلك نال وزير الصحة انتقادات كبيرة من عند المواطنين من عند المستشفيات من عند الأطباء من عند الدكاطرة من عند الصحفيين وقالوا له كيف تخاطر هكذا بالشعب الألماني وأنت الذي كنت دائما تقول يجب علينا أن نحترس من كورونا وكورونا خطير وتطالب بإجبارية اللقاح الآن تأتي وتقول آه من أصيب بكورونا يبقى إذا رغب بالحجر الصحي أو لا إلى آخره فنال انتقادات كبيرة وبعد ذلك عندما جاءته الانتقادات سحب هذا القانون وسحب هذا المشروع وسحب هذا القرار وقال يوم أمس بحوار تلفزيوني بأنه نادم على هذه الخطة ونادم على هذا الأمر وهو يسحب الأمر نهائيا وقال بأنه بشهر خمسة سوف يبقى الحجر الصحي لمن أصيب بكورونا يعني السيد وزير الصحة أعتقرارا لم تمر 48 ساعة وسحب القرار أعتقرارا بالصحافة الألمانية وبعد ذلك أيضا ببرنامج تلفزيوني سحب القرار هذا الأمر أيضا نال انتقادات كبيرة من عند السياسيين الألمان خصوصا من عند أحزاب المعارضة الذين انتقدوا وزير الصحة الضكاطرة الشعب الألماني لم يعودوا يفهموا شيئا لم يعودوا يفهمون كيف مرات تأتي قرارات وكيف لا تمر حتى يوم أو يومين وتأتي قرارات جديدة وكلام الليل يمحوه النهار فهكذا فقال أيضا رئيس حزب تسي دي او المعارض السيد ميرتس بأنه غاضب جدا وقال وزير الصحة السيد لوطة بخك العادة يقرر قرارا ولم تمر حتى 48 ساعة وبعد ذلك يتراجع عن القرار وانتقدوا هذه السياسة أصدقائي النقطة المهمة التي الآن يجب أن نفهمها هو أن الحجر الصحي سوف يبقى أيضا بالشهر الخامس شهر ماي من أصيب بكورونا أيضا بالشهر الخامس سيكون مجبرا أن يدخل إلى الحجر الصحي خمسة أيام أو سبعة أيام على حسب أصدقائي فوزير الصحة سحب القرار وغير رأيه نمر أصدقائي إلى موضوع آخر تمت مداهمة يعني قامت الشرطة الألمانية تقريبا 800 شرطي ألماني بمداهمة 61 شقة في ألمانيا بـ 11 مقاطعة وتحت أعين الأمن الآن يوجد خمسون شخصا من اليمين المتطرف العنصريين الذين يشكلون خطرا على أمن ألمانيا وتم متابعة الآن وقرار المتابعة عن طريق المتابعة القانونية الآن لأربعة أشخاص ينتمون إلى جماعة يمينية متطرفة وكانوا يخططون لتكوين جماعة إرهابية لتهديد أمن ألمانيا والقيام بعمليات إرهابية يمينية متطرفة يعني العنصريين الذين يكرهون الأجانب يكرهون التنوع يكرهون الدستور ويكرهون السياسيين وكانوا يرغبون بعمل عمليات إرهابية ضد الأمن الألماني نمر أصدقائي إلى موضوع آخر حول إجبارية اللقاح يوم غد سوف يقوم البرلمان الألماني بالتصويت على مشروع قانون جديد بعد أن السيد وزير الصحة يرغب بإجبارية اللقاح ويرى بأنها الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء وزير الصحة في البداية كان يدعم مشروع قانون إجبارية اللقاح لمن أعمارهم 18 سنة فما فوق هذا المشروع فشل تقريبا لأنه لا توجد أغلبية برلمانية ولا يوجد دعم في البرلمان بعد ذلك توجه وزير الصحة مع بعض الأعضاء الذين يطالبون بإجبارية اللقاح وقالوا سوف ندعم مشروع إجبارية اللقاح لمن أعمارهم 50 سنة فما فوق عندما لاحظوا بأن هذا المشروع أيضا لم يحصل على الأغلبية الآن جاء اقتراح إجبارية اللقاح لمن أعمارهم 60 سنة فما فوق أصدقائي نعم أصدقائي أنتم الآن تلخبطتم بالأخبار أنا أيضا تلخبط جميع الناس سكان ألمانيا والسياسيين الألمان وسكان ألمانيا يعني لم يعودوا يفهموا هذا الموضوع الخاص بإجبارية اللقاح كل يوم مقترح جديد كل يوم قرار جديد لدرجة أنهم يقولون بعض الصحفيين و بعض السياسيين أن هناك بعض السياسيين يرغبون بإجبارية اللقاح بأي شكل من الأشكال فقط لحفظ ماء الوجه المهم أصدقائي كنرجع إلى الموضوع الآن المقترح الذي يدعمه وزير الصحة هو إجبارية اللقاح لمن أعمارهم 60 سنة فما فوق أصدقائي وهذا المقترح أيضا لم يحصل بعد على الأغلبية لأنه أيضا حزب الـCDO في المعارضة يعارض أيضا هذا القرار وحزب الـCDO يرغب بأن يكون هناك في البداية Inf Regista يعني سجل بيانات اللقاح غدا أصدقائي سوف نعرف هل سوف يوافقون على إجبارية اللقاح لمن أعمارهم 60 سنة فما فوق أو أنه غدا لن يحصل أي مقترح على الأغلبية وبذلك سوف يتم تأجيل الأمر إلى الصيف أو إلى فصل الشتاء ومجددا يرجعون بالبرلمان لمناقشة هذا الأمر المهم إذا وافقوا يوم غد على قانون إجبارية اللقاح لمن أعمارهم 60 سنة فما فوق فهذا يعني بأن كل من عنده 60 سنة مجبر على أخذ اللقاح قبل الشهر العاشر شهر أكتوبر من هذه السنة وأيضا بالصيف يحددون هل يجبرون أيضا الفئة العمورية الصغيرة إذا لم يحصل يوم غد على الأغلبية ورفض القرار فلن تكون هناك إجبارية اللقاح في ألمانيا وسوف يتم تأجيل الأمر لفترة أخرى بالصيف غدا سوف نعرف أصدقائي نتكلم على موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية هو الفحم الروسي قرر الاتحاد الأوروبي بأن يقوموا بوقف التعامل ووقف شراء الفحم الذي يأتي من روسيا كانت هناك مطالب لوقف النفط ووقف شراء النفط ووقف شراء الغاز ووقف شراء الفحم النفط ألمانيا قالت نحن الآن غير مستعدون لوقف شراء النفط سوف ينهار الاقتصاد الألماني نحتاج إلى وقت لتعويض النفط أصدقائي قالوا لهم الغاز قالت ألمانيا نحن لا نستطيع الآن أن نقطع وقف شراء الغاز الروسي نحتاج أيضا إلى وقت ممكن أيضا إلى سنتين أو ثلاثة كي تستطيع ألمانيا عدم الحاجة إلى الغاز الروسي فقالوا لهم فلنبدأ في البداية بالفحم ألمانيا وافقت الآن على عدم شراء الفحم الروسي لكن لن يكون الأمر فورا قالوا بأنه تقريبا بالصيف أو بالخريف سوف تنتهي العقود القديمة وبذلك لن تقوم ألمانيا بتجديد العقود من أجل شراء الفحم الروسي ألمانيا تحتاج الفحم الذي تشتريه ألمانيا أو تحتاجه ألمانيا بالصناعة هو تقريبا خمسين بالمئة فحم روسي يعني ألمانيا الآن في ضرف ثلاثة أو أربعة أشهر يجب عليها أن تعوض الفحم الروسي أصدقائي قالوا بأنهم سوف يشترون الفحم من أندونيسيا من أمريكا من أستراليا أو من الصين الآن نمر أيضا إلى موضوع آخر أصدقائي يتكلم على الغلاء الكبير والغلاء الفاحش والغلاء الغير مفهوم للمواد الغدائية بالسوبرماركت رئيس مجموعة غيفي وسوبرماركت غيفي تكلم للصحافة الألمانية وقال بأنه هو أيضا مصدوم من هذا الغلاء وقال بأن هذا الغلاء يستغله مجموعة من التجار تجار الأغدية وشركات صناعة الغداء العالمية وقال بأنه لم يرى مثل هذه المطالب المالية من التجار منذ سنوات قال بأنه بسبب الحرب أو بسبب غلاء موارد الطاقة كانت حتى قبل قال بأنه هناك بعض تجار الأغدية يضغطون على السوبرماركت ورفعوا الأسعار على السوبرماركت ويقولون للسوبرماركت ستتوصلون مثلا بالخضار بالفواكه باللحم بكذا 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 لكن سنرفع الأتمينة وقال بأنه السوبرماركت الآن دائما شركة السوبرماركت يعني Aldi, Edeka, Lidl, Grieve, Penny إلى آخره تتصارع دائما مع التجار تجار الأغدية في السوق العالمية كي لا ترتفع الأسعار فالتاجر البضاعة تجار الجملة الذين يبيعون للسوبرماركت يطلبون من السوبرماركت أموال كبيرة ويضغطون على السوبرماركت وقال بأن هناك تجار يستغلون الحرب ويستغلون الغلاء وغلاء مواد الطاقة من أجل زيادة أرباحهم وكي يغتنون أكثر صراحة ضروري ونتمنى أن تتدخل السياسة وتتدخل الدولة لتوقف التجار عن رفع الأسعار لأن السوبرماركت إذا التاجر الجملة رفع الأسعار وأرسل بضاعته إلى السوبرماركت بالغلاء فبطبيعة الحال ترتفع أيضا الأسعار بالسوبرماركت نتمنى أن تكون هناك تدخل قوي من الدولة لمراقبة التجار ومراقبة شركات السوبرماركت لأن هذا الغلاء الفاحش غير معقول وأيضا نتمنى وهذا دور الدولة مراقبة الأسعار ومراقبة التجار ومعاقبتهم أيضا أصدقائي لكل من يحاول استغلال هذه الأزمة واستغلال هذه الحرب ونتمنى أيضا أن تتوقف الحرب إن شاء الله ويعوم السلم والسلام ويجلس جميع الأطراف في طاولة المفاوضة كانت هذه أهم أخبار ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء